فرح يقرب خلاص ومش عارفة هعمل ايه في جسمي نحيف وكمان شعري متأصف وبيعه بشكل غير طبيعي ده غير بشرتي مش عارفة اعمل ايه ويا ترى ايه الحل ما تقلقيش الحل مع سارة ستور لان منتجات بيكافي لزيارة الوزن والعكس وغيرها من الكريمات اللي بتساعد على نحت الجسم والتخلص من الكرش والجناب مكونة من الاعشاب الطبعية وباجود الخماد مش بس كده والمنتجات الكاملة بالعناية بالبشرة والجسء وعلاج حب الشباب ومفاجئة سارة ستور ان النتيجة هتشوفيها في اسرع وقت وعندهم كمان كريم معالج الشارق اللي بيحافظ على نعمته وبيمنع التساقط اختار اللي ينسدك كل منتجات سارة ستور موجودة على جروب الفيسبوك بتاعنا مع سارة ستور هتبقي اجمل عروسة اعزائي المشاهدين هنبدأ فقرتنا بالتعرف على اخبار التقس خلال الاسبوع القادم اعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر اعادة فتح موانئ السويس بعد تحسين الاحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استقناف العنشطة البحرية والحركة الملاحية وقال اللواء بحري خالد زهران هيئة موانئ البحر الاحمر انه تم انتظام الحركة الملاحية واعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة ويكون مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للارصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة ننتقل الى وزارة القوى العاملة اعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة مؤخرا قيام مديرية القوى العاملة في منشآت القطاع بمحافظة الغربية بتعيين 1628 شابا من زاوي الاحتياجات الخاصة والاستثماري منهم وننتقل لخبر يهم كل المصريين في التأمين الصحي اكد الدكتور احمد سوكي المشرف العام على تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات ومساعدة وزير الصحة والسكان ان تكلفة البنية التحتية للمشروع بمحافظات المرحلة الاولى تقدر ب 34 مليار جنيه واشار السوكي الى المحاورة الثمانية التي يرتكز عليها مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة المرحلة الاولى وتشمل التخطيط الاستراتيجي اعدات البنية التحتية والتجهيزات والتحول الرقمي ونختم فكرتنا بخبر يهم كل الصحفيين المتخصصين بقسم الحوادث وافق مجلس الوزراء على اضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه ناخد هاتفيا الدكتورة ايمان شاكر هتكلمنا عن اخبار التقس الاسبوع القادم اهلا دكتورة ايمان اهلا بحضرتك اهلا بكل استاذ المشاهدين اوكي ممكن حضرتك تقول لنا او تقولي المشاهدين اخبار التقس الاسبوع القادم هو طبعا كان في حالة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية بدأت يوم الاحب الماضي وستمرت حتى اليوم والنهاردة كانت جروة هذه الحالة شاهدت العديد من المتفضات نوعا امطار كانت مبينة المتوسطة الى جزيرة على بعض المناطق من السواحد الشمالية والوجه البحري والقاهرة وايضا شمال ووسط سيماء وامتد تقلع بعض المناطق من الشمال الاسبعين لكن بداية ما زادا ان شاء الله هيبدأ يكون سيف في الاحوال الجوية على مواطن مناطق الجمهورية لكن رغم من التحسن اللي هيكون موجودة ما زالت في فرص امطار خفيفة على بعض المناطق والحصة في المناطق من السواحد الشمالية الشرقية وايضا محظم خفيفات الوجه البحري بالنسبة للقاهرة ممكن يكون سيفي امطار خفيفة على بعض المناطق المتطرقة لكنها امطار غير مؤثرة تماما على امشوطة كل السادة المواطنين ايضا نحن نقول ان بداية من غدا هتعود الشمبولة المائية للظهور في الصباح البكر وهتكون شمبولة مائية احيانا كثيفة على بعض المناطق وخاصة الطرق الزراعية والطرق السريعة فلننصح طبعا بالقيادة بهدوء والشمبولة المائية الكثيفة هتستمر معانا يوم الخميس والجمعة والسف طبعا بتكون في الساعات الأولى من الصباح البكر وفي هدوء الساعة تتحسن الرؤية الرفقية على الطرق فطبعا بننصح لكل مشابس جالين على طرق القيادة بهدوء شكرا دكتورة ايمان نرجع للخبر اللي يهم كل الصحفيين وتحديدا صحفي الحوادث وافق مجلس الوزراء على اضافة مادة جديدة الى قانون العقوبات تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئة الف جنيه ولا تزيد عن مئتي الف جنيه او باحدة هتين العقوباتين كل من صور او سجل او بث او نشر او عرض كلمات او صور لوقائع جلسة مخصصة للنظر دعوة جنائية اثناء انعقادها باي وسيلة كانت بدون تصريح من رئيسها وذلك بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني او ممثلي ايا منهما ويحكم بمصادرة الاجهزة او غيرها مما يكن قد استخدم في الجريمة او ما نتج عنها واعدامه بحسب الاحوال شكرا اعزائي المشاهدين كده نكون خلصنا فقرتنا النهاردة الى اللقاء الاسبوع القادم ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر